موسيقى موسيقى في الوادي الممتد من عراق الأمير والمنحدر باتجاه منطقة الكفرين في الغور الأوسط فقد احتار العلماء والباحثون ورجال الدين في تفسير حقيقة هذا المكان المسمى بمعلقة الدير المؤلف من ثلاثة طوابق حيث توجد فيه حوالى 2300 فتحة لتجميع وحفظ جماجم الرهبان لجعلها نصبا تذكريا للمؤمنين على هذه الأرض خبير الأثار والسياحة في الجامعة الهاشمية الدكتور محمد وهيب وصف لنا هذا المكان فقال عراق الأمير هنا على الجزء الجنوبي من وادي عراق الأمير حيث المياه المتدفقة والغطاء النباتي الأخضر بأشجاره المثمرة في هذا المكان حيث المرتفع الصخري الشاهق الذي يرتفع لأكثر من 100 متر عن مستوى سطح المياه المتدفقة عبر هذا الوادي هذا الوادي بقصصه ورهبانه ورجال الدين فيه والذي يمتد نزولا حتى وادي الكفرين هناك حثوادي حسبان ورهبانه ومؤمنيه ليلتقيا معا مع وادي الخرار موقع العماد هناك حيث نشأت المسيحية نعم في هذا المكان هنا الذي يطلق عليه العامة والخاصة والكاتبين والباحثين اسم المعلقة ويطلقون عليه أيضا اسم الدير بل إن اسمه الحقيقي هو معلقة الدير في هذا المكان المقطوع في الصخر الذي يتواجد هنا في هذا المحيط الديني الذي يرجع إلى العصر الروماني والعصر البيزنطي هنا تواجدت نواة المؤمنين الأوائل هنا عاش الرهبان الأوائل هنا يتواجد كهف المسيح عليه السلام على بعد مئات الأمتار إلى الجنوب في هذا المكان نشأت الحكايات الأولى والقصص والتاريخ ونشأت الديانة المسيحية وجاء الأنبياء والرسل إلى هذا المكان الذي كان يسمى بيرتا ويسمى بيريس ويسمى أيضا قصر العبد في هذا المكان الذي لجأت إليه جموع المؤمنين الأوائل طلبا للطاعة وخشية لله لينشأ النواة الأولى الديانة المسيحية في هذا المكان الذي كان يعج بالرهبان في كل جوانب هذا الوادي كان يسمع صدى ندائهم وصدى صلواتهم ودعائهم تلهج قلوبهم بطلب الرحمة والمغفرة من الله سبحانه وتعالى في هذا المكان المبارك نحن الآن في داخل هذا الكهف في داخل هذا الدير نحن في داخل المعلقة التي يصعب الوصول إليها بالطرق التقليدية في هذا الكهف الذي لا تزيد مساحته على خمسين مترا مربعا نشاهد ثلاثة طوابق وهذه الطوابق الثلاث تحوي تلك الحناية الصغيرة التي نشاهدها هنا إنها فتحات مثلثة يالتجاوز عمقها وارتفاعها وعرضها 22 سنتيمترا وهناك أحجام مختلفة منها لقد زارها عام 1881 كل من الرحالة مانتل وكوندر وشاهدوا هذه البقايا في حالتها الأفضل كما أن هذه الطوابق كانت مسقوفة بالأخشاب من شجر البلوط الذي يعيش في محيط هذا الكهف واستطاعوا وتمكنوا من أن يبلغوا الطوابق الأول والطوابق الثاني ولقد تم دراسة إحصائية لعدد هذه الفتحات في هذه الجدران فوجد أنها في هذا الكهف كله 2300 فتحة إنه أمر غريب إنه أمر متميز نعم لا يوجد شبيه لهذا الكهف لا في الأردن ولا في الشرق الأوسط ولا في العالم لقد احتار العلماء في تفسير حقيقة هذا المكان وفي حقيقة هذه الفتحات التي شغلت بالكثير أيضا من رجال الدين في هذه الجزئية كلها كان هدف البيزنطيين إنشاء مكتبة بل إنشاء نصب تذكاري لكل جماجم هؤلاء الرهبان في هذا المكان ومن وجهة نظره الخاصة كباحث أثري يعتبر الدكتور محمد وهيب هذا الدير المعلق على حافة وادي عراق الأمير بأنه من أقدس الأماكن في الشرق الأوسط ويبقى كهف المعلقة كهفا متميزا عبر التاريخ نتائج التنقيبات الأثرية والمسوحات الميدانية والدراسات المخبرية تؤكد لنا أن هذا الكهف وما في جواره من كهوف أخرى إنما ترجع إلى القرن الثاني قبل الميلاد أي العصر الهيلينستي ثم استمرت ملجأا للهاربين والفارين من الظلم في مناطق المجاورة وإلى الجانب الغربي من نهر الأردن حيث كانوا يلجأون إلى الجانب الشرقي إلى هذه المنطقة التي كانت تسمى في ذلك العصر بيرتا أي المكان الحصين نعم لجأ إليها المؤمنون الأوائل فارين من الظلم ومن الملاحقة التي كان يلاحقهم إياها الجنود الرومان وجاءوا إلى هذه المنطقة إلى كهوف عراق الأمير إلى كهف المعلقة لكن هذه الكهوف بلغت أوجع عظمتها خلال العصر البيزنطي أي بعد اعتراف الدولة البيزنطية بالديانة المسيحية أي ما يعادل القرن الرابع الميلادي نعم فبدأت هذه الكهوف تشهد رحبانية كثيرة ورجال المؤمنين يلجأون إليها ويقيمون هنا وبدأت الكنائس تظهر عبر هذا الوادي وكان من بينها هذا الكهف كهف المعلقة هذا البحث العلمي يؤكد حقائق تاريخية من أن هذه الأرض أرض مباركة أرض للمؤمنين الأوائل التي بارك الله فيها هذا المكان فأصبحت هبة من الله لأرض المملكة الأردنية الهاشمية دير المعلقة هو واحد من مئات المواقع المقدسة في الأرض المباركة التي وهبها الرب لبلاد الأردن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر